زي النار في الهشيم انتشر اليومين اللي فاتوا كوميكس كتير عن مهرجان شيماء رجعي ما تخفيش وهنا كان فيه تصريح من مغني مهرجان شيماء بيسأل فين الاسفاف المهرجان وده بعد انتشار اخبار كتير عن قصة المهرجان الجنة المهرجان ده يوسف سوستا ولكن هي تسجلت من 8 شهور كاول عمل ليه في موجة المهرجانات اللي قدامنا طبعا لما سجلها محاقيتش اي حاجة ولكن صاحبه دونجوان قرر يقف في ظهره وهو اللي نشرها على قناته وعلى انه اول ما سمعها حس انها هتسمع مع الناس وتم تصويرها حسب كلام المنتج قناة دونجوان في دار السلام واستمر تصويرها لمدة 4 ساعات ونشرها من 4 ايام تقريبا المميز بقى فيها انها مثلا في الاول بيفضل يجي دقيقتين ما بيقولش حاجة لير شيماء وانه بيغني بيشبشب زنوبة وهو بيلف في الشارع بينادي عليها في كل حتة ومش عارف الحقيقة بيعمل ايه هنا ولا بيبص فين وايه علاقة شيماء بالموضوع وبعدين تلاقيه تعب شوية وقاعد على الرصيف وبرده مستمر ينادي شيماء وبعد ما يرتاح يقوم ويلف تاني بيدور عليها بس سالب على مستزئب شوية وهنا تلاقيه طلع سبايدر مان اللي جواه وبيبص يمكن مستخبية تحت عربية ولا حاجة او فوق السطوح بقى او على شجرة مثلا فتلاقيه بيبص الفوق وبينادي برضه وهنا اكيد حد عمل زي طلعت زكريا وطلع له يقول له صدعت اللي جابونا فتلاقيه خض وما تعرفش هنا المفروض انه بينادي عليها لسه ولا لقاها فطلبت معاه برأس مثلا ولكن بسرعة بنعرف انها كانت حالة وراحت لحالها ورجع لشخصية سبايدر مان وبيبص عليها تاني تحت العربيات وبعدها في مشهد بسيط بنعرف انه بيشتغل ميكانيكي او طموحه يشتغل ميكانيكي بعد الظهر وبعد النومة دي رجع لنفس المكان تاني يرتاح شوية بس ما تعرفش برضه ده بيرقص ولا زعلان ولا عنده امساك ولا حلطه اي بالزبط لكن هو ببقى لما حد من بعيد افتكره شايماء او ماشي مع شايماء لاننا حتى الآن ما نعرفش مين شايماء دي اساسا وبعدين لانه بيتهيق له وبعد ما كان بص تحت العربيات قالك ممكن برضه تكون مستخبية جوه العربية فلازم يبص بصة ولما يقص خالص بقى جاب سبريت يشربها ويقنع نفسه انها خمرة وبيسكر من كتر حزنه وبعد ما جابت منه خالص سخن في الرأس لدرجة انه بيخبط المشاهدين برجله وحد جالبا بيقوله ما يصحش كده فبصله مش فاهم قصدك ايه يعني وفي الاخر طلعنا بحاجتين من المهرجان ده اول حاجة ان الاساس هاني شاكر كان معاه حق يقفل حنفية المهرجانات دي وتاني حاجة ان المهرجان ده ما هو الا اعادة انتاج لمشاهد افلام محمد سعد وخصوصا الليمبي واما عن شايماء بقى يا جماعة فطلعت بطة ايوا بالزبط كده ولما تعرف حاجة زي كده بعد ما كنت زعلان انه مش لاقي شايماء تلاقي نفسك زعلان اكتر على الوقت اللي قضيته تتفرج على حد بيجني البطة